تسلمت القاهرة صباح اليوم أولى شحنات لقاح أكسفورد أسترازينيكا خمسون ألفا من الجرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وصلت من المعامل المنتجة له في الهند الجرعات هذه تشكل فقط مجرد نسبة ضئيلة من ملايين الجرعات متعاقدة عليها وتأتي ضمن حملة التطعيم ضد الفيروس في مصر والتي بدأت منذ أسبوع تقريبا بالأطقم الطبية لكن أثناء مؤتمر صحفي بعد تلقيح أول أفراد الأطقم الطبية كشفت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أن اللقاح لن يكون بالمجان للجميع جهة القائدة السياسية أن كل الأطقم الطبية حتى لا تشتغل في الخط الأول حتى تلقى الجرعات مجانة وده حقهم إحنا ربطين النظام الإلكتروني في التسجيل بتكافل وكرامة عشان كل مش لازم المواطن يقول أنه غير قادر إحنا من الرقم القومي اللي هيحطه هيقول لي ده قادر أو غير قادر وبالتالي النظام الإلكتروني هيقول للمواطن أنت مش هتدفع طب إلا عنده قدرة مالية سيدفع ويدفع أرقام بسيطة جدا جدا سمعتم الوزيرة تقول أن غير القادرين سيتلقون اللقاح بالمجان أن برنامج تكافل وكرامة مسجل لديه بيانات هؤلاء على كل حال تكافل وكرامة هو برنامج قومي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بهدف صرف مساعدات للأسر الفقيرة عدد المستفيدين منه هو فقط أربعة ملايين شخص فهل هذا يعني أن بقية الشعب المصري قادرون على دفع أجرة أو ثمن جرعات اللقاح طيب لماذا لم تتكفل ولن تتكفل الدولة المصرية بتكلفة تطعيم جميع المصريين وزيرة الصحة تجيب صح أنه يبقى صح أنه يبقى لعنده قدرة يدفع لأن محدش عارف إذا كنا سنحتاج هذه اللقاحات كل ست شهور أو كل سنة أو مرة في العمر وبالتالي للاستدامة المالية واستدامة القدرة المالية على أن نجيب في مقابرة تلفزيونية أخرى مدخلة تلفزيونية تحدثت الوزيرة عن ثمن الجرعة وقالت إنها ستكون بنحو 100 جنيه مصري يعني 6 دولارات أي لقاح يحتاج إلى جرعتين على الأقل يعني 12 دولار وأنتم احسبوها إذا أردتم حسب كل عائلة طبعا الحديث عن اللقاح لن يكون بالمجان للجميع أثار ردود فعل على المنصات خاصة تلقي اللقاحات يقول مجدي أحمد عبد الرحمن يقول في كل دول العالم أي لقاح لأي وباء بيكون بالمجان إلا في مصر ليه عندنا تتحول كل أزمة إلى سبوبة يتكسب منها النظام حتى الأوبئة دول كثير ورجال أعمال تبرعوا بمبالغ كبيرة لتوفير اللقاح الفلوس دي بتروح فيهم هذه تغريدة مجدي هذه تغريدة مجدي التي يقول فيها ميتين جنيه لجرعتين اللقاح بالحؤنة واللي بدون حؤنة عادي مش بخاف من حقن من حؤن انفق برحتك الفردة توبلس آية قلبي تقول أمال يوسف أمال يوسف صندوق تحيا مصر توفير لقاح كورونا مجانا لأكثر من خمسة ملايين مواطن من الفئات الأولى بالرعاية أما بالنسبة لآخر تغريدة فأتت من كمال شحاتة يقول مش الريس قال التطعيم مجانا رجعت في كلامه ليه رجعت في الكلام ليه لما أنا أكون على المعاش بعدما خدمت الدولة ستة وتلاتين عام وعندي أمراض مزمنة ومش لاقي أجيب علاجي اللي بيتكفل يتكلف شهريا تلات تلاف وميتين جنيه قالوا لي أعمل إيه إلى جانب الضجة طبعا على المنصات أقام المحامي خالد علي أقام دعوة قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة وطلب بتوفير لقاحات لقاحات كورونا لجميع المواطنين مجانا على كل حال تعاقدت مصر حتى الآن للحصول على نحو مئة مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا تشمل لقاح الصين سينوفارما سينوفارم وأكسفورد أسرازينيكا والروسي سبوتنيك وهناك مباحثات أيضا للتعاقد على مزيد من أنواع اللقاحات شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها ترجمة نانسي قنقر